اشتركوا في القناة واليوم يتضمن تمارين تطبيقية لما رأيناه في درس النواسخ الحرفية وأول شيء نقوم به تذكير بسيط تدخل النواسخ الحرفية على المبتدأ والخبر فتنصب الأولى ويسمى اسمها وترفع الثانية ويسمى خبرها يكون خبر المبتدأ اسما مفردا أو جملة سمية أو جملة فعلية أو شبه جملة من الجار والمجرورة والضرف نعطي مثالا لما قلناه دا لدينا الجملة الجهل عار دا هذه جملة اسمية تكونت من مبتدأ وخبر نلاحظوا معي المبتدأ هنا مرفوع والخبر كذلك مرفوع دا ندخل على هذه الجملة الاسمية أحد النواسخ الحرفية دا ندخل إن على هذه الجملة ونرى ما سيحدث من تغيير إن الجهل عار دا نلاحظوا دا المبتدأ كان مرفوع فأصبح منصوب بينما الخبر بقي مرفوعا نمر إلى تمرين تطبيقية التمرين الأول أعزلوا من الجمل التالية اسم النواسخ وخبري وأذكر نوع الخبر لدينا هذه الجملة الاسمية كأن العدل ضروري إن الإسلام دعوته دائمة ليت محمدا يفوز في السباق لعل الحريق في الحي المجاور ليت الفضل بين الناس دا نأخذ الجملة الأولى كأن العدل ضروري دا نستخرج الناسخ الحرفي دا الناسخ الحرفي في هذه الجملة كأن اسم الناسخ العدل خبر هذا الناسخ ضروري دا نوع الخبر هنا جاء اسم مفرد وننتقل إلى الجملة الثانية إن الإسلام دعوته دائمة دا نستخرج الناسخ إن اسم ناسخ الإسلام خبر هذا الناسخ دعوته دائمة دا هنا جاء الخبر جملة اسمية نمر إلى الجملة نمر إلى الجملة ثالثة ليتا محمدا يفوز في السباقي دا نستخرج الناسخ الحرفي ليتا اسم ليتا محمدا خبروا خبروا ليتا يفوز في سباقي لأن هنا لدينا نوع الخبر جملة فعلية لأن لدينا فعل يفوز ثم ننتقل إلى الجملة الموالية لعل الحريقة في الحي المجاوري نستخرج الناسخ الحرفي لعل اسم لعل حريقة خبروا لعل في الحي المجاوري دا في الحي المجاوري هو خبروا لعل نوع الخبر جاء شبه جملة من الجار والمجاوري لأن لدينا في الحي نمر إلى الجملة الأخيرة ليتا الفضلة بين الناس لنستخرج الناسخ الحرفي ليتا اسم هذا اسم هذا الناسخ الفضلة خبروا الناسخ بين الناس وهنا هنا جاء الخبر شبه جملة شبه جملة من الضرف لأن لدينا بين نمر نمر الآن إلى تمرين آخر تمرين ثاني أختار لكل ناسخ حرفي خبرا مناسبا إن الماء إن الماء بارد ليتا السفر مفيد لعل القطار سريع كأن المدينة هادئة نمر نمر الآن إلى التمرين الثالث خاص بالإعراب أعرب الجملة التالية إن هندن خلقها كريم إن حرف نصب وتوكيد هندن اسم إن منصوب بتنويل الفتح خلقها مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف لهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه كريم خبر المبتدأ مرفوع بتنويل الضم والجملة الإسمية في محل رفع خبر إن إلى اللقاء مع متمنياتنا بالتوفيق لجميع تلامذتنا أعزاء ترجمة نانسي قنقر